كما شدد سعدة وزير شؤون الإعلام على أهمية المشاركة في الاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات البلادية والنيابية انطلاقا من أهمية الدورة الذي تطلع به السلطة التشريعية في مسيرة العمل والإنجاز الوطني مؤكدا أن التجربة السياسية البحرينية عززت مفاهيم المشاركة الشعبية والمساهمة الفاعلة في صنع القرار المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني هو تجديد للولاء والانتماء والشراكة بين قائد هذا الوطن المبارك وشعب مملكة البحرين لا شك أن شعب مملكة البحرين مؤمن بأهمية المؤسسة التشريعية التي تعتبر عمود من أعمدة النموذج الدستوري البحريني وخير داعم لجهود السلطة التنفيذية بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحقيقة أن مملكة البحرين اليوم تدشن فصل جديد من فصول العمل والإنجاز في بناء هذا الوطن الشامخ ورغم مرور تجربة البحرينية السياسية بالعديد من المراحل المهمة في تاريخ البحرين الحديث لأنها لطالما عززت مفاهيم المشاركة الشعبية والمساهمة الفاعلة في صنع القرار حيث كان ولا يزال المواطن هو محور التنمية وأساس تحقيق التطلعات الوطنية